الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكان من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلن قصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكانناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا بما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين ويا دمسك أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسفس لهم الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن النصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما إن الشيطان لكم عذوب مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من الخاصرين قال هبطوا بعضكم لبعض عدوب ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما خرج بويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريوا ما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط واقيموا مجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الطلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويعسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجدهم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة إن يوم القيامة كذلك نفصل الآيات للقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جادلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني يا دمي ما يأتي أنكم رسل منكم يخصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتم رسلنا يتوفعونهم قالوا وينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم أدنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم أولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا وضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت قولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل وفذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سبم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جات رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الآراف رجال يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا للجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحسنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم لحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسورقا يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأغيله يوم يأتي تأغيله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جغش الليل النهار يطلبه حتيتا والشمس والقمر ونجوما سخرات بيامري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي رسل الرياح بشران بين يدي رحمتي حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانسلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خابث لا يخرج إلا ناكدا كذلك نصرف الآيات للقوم يشكرون لقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملؤ من قومه إنا لا نراك في غدار مبين قال يا قوم ليس بظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وعلموا من الله ما لا تعلمون أوعجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ونعلكم ترحمون فكذبوا فانجيناه والذين معه في الفلك وأغلقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد النخام هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون قال الملؤ الذين كفروا من قومه إنا لا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفا من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا ألا الله يعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم نجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم هاتم أباؤكم ما نزل الله بيامي وسلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمودا خام صارحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير قد جاكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكلوا في أرض الله ولا تبسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفا من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملو الذين استكبروا من قومه للذين اصدعفوا لمن آمن منهما تعلمون أن صالحا مرسلون من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقط وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي منصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه يتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شاوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أهل الوطين من قريتهم إنهم أناس يتطهرون فانجيناه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين وأمطر ناري مطر فانظر كيف كان عقبة المجرمين وإذا بدينا خامش عيبا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس شيئا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي رسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملو الذين استكبروا من قومه لنخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودون في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افتغينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا ابتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملو الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاصرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاصرين فتولى عنهم قال يا قوم إذا قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قومي من كافرين وما رسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مسابان الضراء وصل الله فأخذناهم بغدتهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركاتين من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفامناه القرى يأتيهم بأسنا بياتهم وهم نائمون أوامناه القرى يأتيهم بأسنا ضحاهم وهم يرعبون أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاصلون أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصابناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ونقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائف ولموا بها طور كيف كان عقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيقنا على أن لا قل على الله إلا الحق قد جئتكم ببينتي من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآياتنا فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذاه ثعبان مبين ونزع يده فإذاه بيضاء للنظرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم كماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه ورسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة ثلعون قالوا إنا لنا ناذرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا ساحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك إذاه يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبضل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقيا الساحرة ساجدين قالوا آمانا برب العالمين رب موسى وهارون قال فلعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكرم مكرتموه في المدينة لا تخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم ورجلكم من خلافنا ثم لأصلب أنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقربون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا فرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملؤ من قوم فرعون أتاذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويا ذارك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصوروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والأعقبة للمتقين قالوا ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدبكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ونقد أخذنا آل فلعون بالسنين ونغصي من التمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن مع ألا إنما طائرهم عين عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاد يعوى الدمايات بمفصلات أستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عيادك لأنكشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنوصلن معك بني سرائل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بادقوه إذا هم ينكفون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليام بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وورثنا القوم الذين كانوا يستوعفون مشاريخ الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا بمني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قومون تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هو فيه وباطلوا بما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إله وفضلكم على العالمين وإذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوى العذاب يخطلون أبناكم ويستحيون نساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لين شكرتم لها زيدانكم ولين كفرتم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وخال موسى ليخي هارون أخلف لي في قومي وأصلح بنا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لنقاتنا وكلمه ربه قال رب هلني أنظر إليه قال لا تراني ولكني أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرى موسى صعيقا فلما فاق قال سبحانه اتبت إليك أنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة من قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بياد أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ونقوا إلى آخرة حابطت عمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليجهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغطلنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غطبا ناسفا قال بئس ما خلطموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم والقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلي قال ابنهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وليأخي وادخلنا في رحمتك وأنت رحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجلا سينالهم غضب من ربهم وذلةهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لوف الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الواح وفي نسخة هودا ورحمة للذين هم لربهم يرعبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميخاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت من قبل وإياج أتهلكنا بما فعل السفاها إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولجنا فاقل لنا ورحمنا وأن تخير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي جل أمي جل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهارهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت ويضاع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أنزل معه أولئك هم المفرحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميد فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أصباط أمما ووحينا إلى موسى يستطاعوا قومه أن يضرب بعصواق الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل ناس ما شربهم وظلنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم حيث شئتم وقولوا حطة وادغلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحصنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم فارسا نعريم لجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألوا مع القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسلطون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعرضون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيسهم بما كانوا يفسقون فلما أعطوا عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا قرادة الخاصين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لا سليع العقاب وإنه لغفور الرحيم وخطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم نثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأنقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإذن اتقنا الجبال فوقهم كانوا ذلة وظنوا أنهم باقع بهم خذوا ما أتناكم لقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بنا شهدنا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشركا باؤنا من قبل وكنا تريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلعوا على النباء الذي آتناه آياتنا فانصرخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاضين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سأمثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدر الله فهو المهتدي ومن يضرر فأولئك هم الخاسرون ونا قد ذرأنا لجهدنما كثيرا من الإنس لهم قلوب لا يفقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنا عمب لهم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فلعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيئزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك أيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله وما خلق الله من شيء ونعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي ألا ويذرهم في تغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ذرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير ما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت بي فلما أدخلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكون أدن من الشاكرين فلما آتاهما صارحاً جعلا له شركاً فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلقوا شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء نعريكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عبادنا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعداد يسمعون بها قلدعوا شركاكم ثم كيدوني فلا تناظرون إن ورجي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزعنك من الشيطان نزوا فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآيتي وقالوا لولا جتبيتها قل إنما أتبع ما يحايني جميع ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تذرعا وقيفة ودون الجهر من القول بالغضب والأصوار ولاتكم من الغاطلين إن الذين عياند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله